بالنسبة لي تأجيل المشروعات زي ما قلت لحضراتكم احنا الخطة بتاعتنا موجودة المشروعات اللي سارية والجاري تنفذها دي مش ممكن تتوقف لان دي حتبقى خسارة على الدولة ولكن بنعيد ترتيب اولويات المشروعات الجديدة برضو في اطار مواردنا من العملة الصعبة عشان نبقى دايما حطين في بالنا اولا ان اي مشروع ليه مكون اجنبي حنؤمن ازاي هذا المكون الاجنبي انا هنا بتكلم على مشروع جديد عشان يبقى عندنا رؤية واضحة لهذا الموضوع انا حترك بقى لزملائي يعني بالنسبة لي معادي الوزيرة وكل الكلام ده ولكن حيمكن اخر سؤال ححاول اجاوب عليه ان زيادة الرقع الزراعية ويمكن زي ما سيادة الوزير قال الهامش بتاعنا او المحدد الاساسي في مشروعات زيادة الرقع الزراعية هو المياه موارد المياه عشان كده مصر معالجة المياه وتحليت المياه وتبطين الترع والري الحديث وكل هزي المشروعات هدفها شيء واحد فقط ان احنا نؤمن ونستفيد من كل قطرة مياه في مصر وبالتالي انا بأكد عشان يمكن كان السؤال مع موضوع سد النهضة مصر يعني احنا لدينا حقوق تاريخية واضحة في نهر النيل وبالتالي احنا لا نقف ضد اي تنمية بتحصل في اي دولة من دول حوض النيل بالعكس احنا بنساعد وفي مشروعات كثيرة بتتم في دول حوض النيل احنا بشركتنا اللي بندخل وبنعمل هذا الكلام ولكن يعني لن نقبل اي ضرر هيحصل على مواردنا من المياه وبالتالي احنا احنا كمصر كدولة بنتعامل بهذا المنطق احنا لا نقف ضد تنمية بتحصل في اي دولة ولكن في نفس الوقت بنتمسك بالحفاظ على حقوقنا في مياه نهر النيل وبنتعامل من هذه الاسس في هذا الموضوع بالهدوء والحكمة مع اشقائنا في الدول الافريقية الرقع المعمورة حاليا المشروعات القومية فعلا النهاردة اللي بقت بتتنفذ مع اكتمالها حنبقى وصلنا الى 14% من مساحة مصر بس مع اكتمالها فاحنا بنشتغل على هذه المشروعات ومش فقط هي مدن جديدة المدن الجديدة كمساحة هي يعني اقل حاجة المساحة الاجبر هو الزراعة والاستصلاح الزراعي لما بنتكلم على 2 مليون فدان بنستهدف اضافتهم في الرقع الزراعية الفترة الجاية دي المساحة الكبرى لان في الاخر المدن الجديدة لما نجمحها مع بعض ما تجيش حتى ربع هذه المساحة لما بنتكلم عليها فاحنا ده شيء مهم